الضغوط تتزايد في واشنطن على إدارة بايدن لوقف إطلاق النار مع الصور المستمرة للدمار والموت في غزة بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في عواصم ومدن العالم ووفقا لسين إن فإن بايدن وكبار مسؤوليه حذروا إسرائيل مرارا وتكرارا من استحالة القضاء على حماس وصف غضب عالمي كبير اتجاه حجم المعاناة الإنسانية في غزة الوقت يداهم إسرائيل لتنفيذ عملياتها العسكرية بدعم أمريكي بايدن منزعج من هذا القصف سين إن ذكرت أيضا أن القصف الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين وراح ضحيته مئات المدنيين قصف كان مزعجا بشكل خاص لبايدن وإدارته ونقل عن أحد المصادر أن بايدن لم يعجبه ذلك على الإطلاق وفي تصريحات أخرى نقلتها شبكة NBC لمسؤول أمريكي فإن إدارة بايدن لا ترغب أن يتصورها الجميع وكأنها داعمة لكافة قرارات تل أبيب ولا أن الأسلحة الأمريكية تم استخدامها لقتل المدنيين في غزة واشنطن مستمرة في طرح خيار الهدن الإنسانية من أجل السماح بدخول المساعدات إلى القطاع دون عوائق وأيضا لإفساح المجال للتفاوض على إطلاق صراح الرهائن لكن تل أبيب لا تزال ترفض المقترح وبحسب تحالف أنسر لوقف الحرب وإنهاء العنصرية شارك أكثر من 300 ألف متظاهر من جميع أنحاء الولايات المتحدة في مسيرة انطلقت يوم السبت الهدف المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف الدعم العسكري لإسرائيل